اشتركوا في القناة أنا من بلعب القدم وعن نبسط كثير كثير والطابة هي بحب الطابة كثير وأنا بلعب طابة أفكر كثير برفؤاتي في السورية يعني إحنا مالوقع الطابة منها إياما لأنه نتبعت على إبني أنه عنده موهب كرة القدم لما صار عمره سنتين تقريبا هو نزع عرض الملعب كان عمره سنة بعدين بعد ما عصره عمره سنتين وصارك شوي يعني يلعب بالكرة مزبوط على لما انتبهت أنا أنه ابني عنده مرهبة أنا كرست حياتي كله لقيله لما بلشت الحرب بسوريا متل ما عدت لك اختلفت الحياة كله هاته لأن الرياضة ما عاد إلى مستقبل بسوريا هيك اللي حسيته أنا وأنا حلمي أنه حلمي كله رياضي يعني كما قررت أن أترك سوريا مشان موضوحها أنا أتركت سوريا لأنه مشان نستقبل إبني بألمانيا بدك تعتبر أنه حياة جديدة يعني بدك ترجع تأقلم فيها وتبني فيها من الأول وجهش يعني ايه أنا مشتغل في سوريا كتير سوريا يعني اللي ما عاش في سوريا ما لا عاش في نهاية كلمة في سوريا إما الدنيا سوريا إيه أنا زالان لأنه ابني عمي برد 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 سوريا فأنا سوريا كتير برد حلوق بس إني بيعزيني به الموضوع هذا على أنه موهبته عم تنمى بطريقة علمية واضحة وبينيه أنا موهبته بالحياة تكون حالس على أحمق بالنسبة لتدريب أحمد بشكل يومي عم يتدرب هو مع بعض الظهر وأحمد موهب يعني يعطيه الكرة يتدرب لحاله بيعرف شو بدي يشتغل الحلم الأحمد أنه وصل لعالمية يدخل على الأكاديمية عالمية تنميله موهبته وتعطيه التمارين اللي بتناسب موهبته بتوقع أنه ألمانيا قادرة تتحقق له هالشي هذا اشتركوا في القناة